أعزائي طالبة سنوية عامة دارس اللغة الألمانية أهلاً وسهلاً بيكم مع تلفزيون اليوم السابع النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنقدم لكم مادة اللغة الألمانية معكم أحمد غيس مدرس اللغة الألمانية يا طرى في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي وحضراتكم بتستعدوا للمتحانات إيه أنسب حاجة حضراتكم تعملوها؟ حضراتكم خلصتوا المنهج أكيد رجعتم أكيد مستعدين بتستعدوا بشكل جديد للتحان أنسب حاجة ممكن نعملها دلوقتي إن احنا نحل امتحانات عشان نبدأ نشوف إحنا فين من الامتحان إحنا اللي ذكرناها ده كافي ولا محتاجين نزوج شوية ده مش هنعرفه إلا من خلال إن احنا نحل امتحان كامل ونشوف الإسلوب الجديد والنظام الجديد في أسئلة السنوية العامة فلقينا النهاردة من الحاجات الكويسة جداً اللي ممكن نحلها مع بعض الامتحان التجريبي بتاع سنة 2021 السنة اللي فاتت كان في شهر يونيا كانت الوزارة نزلت امتحان تجريبي تعالوا نشوف مع بعض ونتعرف على أسئلة الامتحان ونشوف الإسلوب الجديد في امتحان الثانوية العامة إحنا عندنا في امتحان الألماني عندنا عبارة عن قطعتين كل قطعة على ستة أسئلة كل سؤال في أربع اختيارات بنختار الإجابة الصحيحة قطعة أولى وقطعة تانية ثم بعد كده عندنا المواقف اليومية بتبقى تمام مواقف كل مواقف لأربع اختيارات بنختار الإجابة الصحيحة ثم الجراماتيك عندنا 13 جملة جراماتيك ب16 درجة تعالوا بسم الله نبدأ مع بعض ونشوف القطعة الأولانية نشوف مع بعض القطعة وحيك لما تيجي تحل سؤال القطعة لازم القطعة تتقري على الأقل تلات مرات طلبة كتير بتخطأ إنها بتقرأ القطعة مرة وعايزة تحل وترجع بعد كده تشتكي تقول أنا معرفتش أحل القطعة ده طبيعي جدا ومنطقي إنك ما تعرفش طالما قريت القطعة مرة واحدة قطعة على الأقل بتتقري تلات مرات أول مرة بنقرأ القطعة بنحس إن احنا مش فاهمينها كويس ده طبيعي عادي هتحس ده عادي كل الناس بتحس نفس هذا الإحساس هكا تقرأ القطعة المرة التانية والمرة التالتة وكل ما هنقرأ أكتر كل ما هنفهم أكتر عباس محمود العقاد رحمة الله عليه كان عنده مقولة مشهورة جدا تقول قراءة كتاب واحد عشر مرات أفضل من قراءة عشر كتب لأن أنا مهارة كتاب واحد عشر مرات كل مهارة كل ما هستفيد بكل فكرة وهفهم وأستوعب كل أفكار الكتاب المعنى إنه هكي اقرأ كل ما هتقرأ كل ما هتفهم أحسن نبدأ مع بعض القطعة بتقول أن دير ريتسبسيون على الرسيبشن فون ديم هوتيل هيلتون فون دو الهيلتون جبتس فيلي لويتي ناس كتير أوس على بلد من كل العالم داس هوتيل است انترنسيونال يعني عالمي وندفندت زيش ان فيلين لندن احنا عفين فندت يعني يجد لكن فندت زيش معنا يتواجد في دول كثيرة جيستي الضيوف كومن أن بتصل ودر غيزن أب أو تسافر منشي البعض هابن فراجن أندر فولن نوى يري تسيمة شلوسل البعض بيبقى عايز يبقى عندو أسئلة والآخرين بيبقى يريدو فقط المفتاح بتاع الغرفة أندر تسبسيون فون هيلتون إن فين في الريسيبشن أو على الريسيبشن بتاع فندو الهيلتون في فين شتيت يوليا ماير طقف يوليا ماير هي في العام التاني للدراسة بتاعتها تصبح هوتيل فخفراو لكي تصبح موظفة فندو يبقى هدلوقتي في السنة التانية بتعمل تأهيل مهني عشان تكون مؤهلة تعمل في الفندو بقى لها سنتين نوخ يعني ما زال أو لسه لسه قدامها كمان سنة هنا هنا وكمان تتعلم يبقى هي بقى لها دي تاني سنة ولسه لها كمان سنة يبقى إذن مدة الأوس بلدن بتاعتها كلها ثلاث سنوات يعني ذات الـ 22 ربيعا اللي عندها 22 سنة بتعمل كل شي بتملس تمارات بتجيب على أسئلة بتتصل بالعملاء بتحجز وتعطي لي الضيوف المفاتيح بتاعت الغرف بتاعتها يوليا كان اوخ يوليا كان اوخ ميدم كومبيوتر ام بيرو او دا ان دا كيشة اربايتا بتقدر يوليا كمان ان هي تتعامل وتقدر ان هي تشتغل على الريسبشن وكمان في المكتب او ان دا كيشة في المطبخ سيشبشت ديش عز مترسprache تتحدث اللغة الالمانية كاللغة ام دن سيست ان دوشلان جبورن لنا مولودة في المانيا فالمترسprache بتاعتها الدوش وان اي رفاميلي لبت نوخ دورت عائلتها لبت نوخ مزالت لسا سكنا هناك اي رموتر است ديش ممتها المانية وان اي رفاتر قمت اوز در تركي واباها جاي من تركي سي كان زر جوت انجلس فرانسوسش وان تركيش سيست انجليسي فرانسوي وطبعا اكيد بتتكلم الماني يوليا ساكت ايمر يوليا بتقول دائمن بتقول دائمن ان دي هتل فاخفراؤ زول ايمر فرانلي ينبغي على موظفة الفندو دائمن انها كون فرانلي ودودة وند هفلح مهذبة مدن لويت تتكلم مع الناس بأدب وبي ود يوليا فندد دي عبايت من شمال شتراسش من شمال يعني احيانا بتجد ان الشغل بيكون شتراسش يعني عصيب ابا دي بخوف ماخت ايها توتال شباس الوظيفة تماما تبعث عليها السرور نشوف السؤال الاولاني في النص يفهم المر خب بالحضرتك بنسبة كبيرة جدا هتلاقي اول سؤال عند حضرتك بيكلم عن الفهم العام للنص هيقول لحضرتك قولي فهمت ايه من النص النص دا بيحكي عن ايه قولي عنوان مناسب للنص كل دا بيدور حوالين تبقى عارف فكرة النص بتتكلم عن ايه تشوف مع بعض الاختيارات فهمنا ايه من النص ايم هوتل هيلتون في فندق هيلتون است يوليا اين براكتيكان تن يعني متدربة بتعمل تدريب بلكة لسه بتدرس يبهي ما بتشتغلش يبهي بتتدرب ولا الس هوتل فاق فخاو كموظفة في الفندق ماغ يوليا ني دي أربايت ابدا ما بتحب الشغل ني كلمة مهمة معناها ابدا يوليا بتعمل بالفعل في فندق هيلتون ألمانيا نرجع تاني للتكست قبالك هي بتعمل في فيينا هي جاءة من ألمانيا لكن هي شغالة في هيلتون فيينا يوليا لابت تسورت سايت تسورت سايت يعني حاليا باي إيرن ألتون إن فيين تعمل حاليا لدى ايسف عايشة حاليا في الوقت الحالي عند والدها في فيينا اولا والدها عادي في ألمانيا وهي قاعدة في فينا يبقى الإجابة الصحيحة يلا صحب تمام مظبوط الله ينور عليك متدربة أخذ بالحضرتك ده الإسلوب الجديد في الأسئلة حيك لو دورت في القطعة كلها على كلمة مش متواجدة لكن إحنا فهمنا من النص إن هي متدربة وهنا أنا عليه بنختار يبقى السؤال عايز حد يكون فاهم النص مش هننقل من النص السؤال الثاني في لانج دورت دي أوسبيلدون كم مدت التدريب أو التأهيل المهني بتاحها تخاي ياغ سوى ياغ نو أين يار فقط عام واحد سوى ونسفنسي ياغ هيا إحنا قلنا دي في السنة التانية وبقى لها كمان سنة يبقى مدة الاوسبيلدون بالظبط كده هتبقى تخاي يا عخي السؤال نو ما تخاي نو ما تخاي بيقول إن دي أنجشتل تن الموظفين إن هوتلس في الفنادق يطر يعني ينبغي إنهم يكونوا مع العملاء مع الضيوف بتاع الفند مهذبين وظراف أكيد طبعا ولا يشتغلوا طول الوقت في المكتب على الكمبيوتر لأ طبعا بيتعاملوا مع الهوتل جست جيبوا بيعطوا معلومات وإنفرمات نور بيتدوا المعلومات فقط باللغة الألمانية لأما بيتعاملوا مع جمسيات مختلفة ولا أربايتين إيمر نوخ إن دير انترناتسينال الكوش بيعملوا دايما في المطبخ العالمي اللي هو بيقدم واجبات من كل العالم أكيد طبعا تبقى لإجابة آه ظلم من دين هوتل جست هفلي ونت نت زين نوما فيا دي ألتا فون يوليا والدى يوليا ليبن نوخ بيدي بيدي كلمة مهمة معناها بوث كلاهما عايشين لسه تزامن ميت تزامن معا في الوطن يعني الوطن بتاع يوليا يبقى والدي يوليا عايشين ما زالوا في الوطن بتاع يوليا اللي هي ألمانيا يستطيعون يكلموا لغات أجنبية مع بعض ولديهم متعة مع العمل بتاع يوليا هم كده كده ما بيشوفاش في الشغل هم ببلد وهي ببلد لا ما تنساش ان الفاتح بس هو اللي جاي من تركيا لكن الأم المانية طبعا ده ما تقلش فيه النص يبقى الإجابة الصحيحة هي برضو ليه بنوخ بايدة تزامن كلهما لسه عايش ام يوليا سايمات لاند في الوطن بتاع يوليا اللي هي ألمانيا فنف ام تكست مينت يوليا يوليا ترى اسجبت كاينين شترس ما فيش ضغط بايدة اثناء العمل وندي زي مخت فيل شباس وبيعمل كثير من المتع السرور ولا بايدة اثناء العمل هات زي يعني قليل قليل من الضغط ولكن كل شيء شيق كان فيه شوية ضغط في العمل ولكن غير كده كل حاجة شيقة ولا يوليا بترى ان يعني عصيب وممل العمل شايف ان الفندق العمل فيه متعب جدا وممل ولا شايفة ما تكاينش باس لا يبعث على السرور دينزي هات فينش شترس لان عندها قليل من التوتر طبعا هاتبقى لإجابة صحيحة باي اثناء العمل هاتزي فينش شترس قالت احيانا بيكون عندي شترس واحيانا يعني مش كتير حابة صغيرين شوية قليلين تبقى فينش شترس ضغط قليل ولكن كل شيء غير كده بيكون شيق نومة زيكس السؤال السادس على النص الاولاني The international hotels الفنادق العالمية زيند فالد بغمت فالد بغمت يعني مشهورة عالميا وند دار هناك جبت لائت وند جست ناس وضيوف أوس على فالد من كل العالم زيند ايبرال ان فين لندن بيكونوا في كل مكان ان فين لندن في دول كتير ولكن دارت جبت سكاين فخامن مفيش هناك ناس تبقى اغراب او ناس اجانب الفنادق اتجيب بيبقى فيها ناس من كل الجنسيات يبقى اكيد فيها اغراب وفيها اجانب ولا بتعمل الشباب من كل العالم ما بتعملش تدريب للشباب ولا بتعجب فقط الناس الضيوف من الوطن يعني بتعجب الناس اللي من اهل البلد بس طبعا الفنادق العالمية بيجي لها ناس من كل الجنسيات وبناء عليها تبقى الاجابة الصحيحة دي انترناسينا الان هوتلز الاولى زي ده كان النص الاولاني تعالوا لما نشوف مع بعض النص التاني خب بال حضرتك علينا النص من غير من غير من غير من غير كلمات حياك هتلاقي مشكلة فحضرتك في الوقت اللي باقي حاول تحفظ كلمات على قد ما تقدر الكتاب بتاع المدرسة نفسه فيه في اخره خموص هتلاقى اكيد حضرتك عندك حصيلي الكلمات من اي مصدر سواء كان كتاب خارجي او ما لازم المدرسين اللي مع حضرتك احفظ كلمات على قد ما تقدر نصحتنا لحضرتك في اللغات احفظ كلمات على قد ما تقدر طب يا هير احمد ده احنا نظام يعتمد على الفهم ازاي بتقول احفظ انا بقولك احفظ كلمات لان حضرتك من غير حصيلي الكلمات مش هتعرف تفهم لا النص ولا تفهم السؤال عشان افهم النص افهم السؤال لازم يبقى عندي حصيلي الكلمات وعشان كده حصل كلمات على قد ما تقدر الفترة اللي جاية لو انت حصيلي الكلمات عندك بعفية شوية شوف النص التالي بيحكي عن مارتينا بتقول مارتينا استمين نامي مارتينا ده اسمي اشمشت ايش ايبر مين انتاك ارتسلين انا عايز احكلكم عن يومي شاب ألس ام تاكي بوخ كشخيبن تاكي بوخ يعني مذكرات يومية انا كتبت كل شيء في المذكرات اليومية بتاعتي ون اشمشت ايش اين تايل جزء تايل يعني جزء دافون ليزن دافون من ذلك عايز اقرلكم جزء من ذلك كتب ايه في المذكرات بتقول اس اس يتس ميتر نخت لأتي احنا في منتصف الليل ماين تاك فهرش تخسش يومي كان عصيب هايت مارجن صباح اليوم بنقش شنل تاير باي جي جانجن ذهبت الى العمل شنل بسرعة زفرت سوش بيت كان متأخر قوي اوس فرزين اوس فرزين يعني سهوا هابش ادفاس فيش تجس شيء مهم فيش تش يعني مهم ارجن دفو فرجسن في مكان ما ارجن دفو يعني في مكان ما نسيت حاجة مهمة في مكان ما وفاكلي بجد اس اس نيش تبايمير هو مش معايا واس اس دن هو راح فين اش فولي مش اشعر فولي يعني اشعر اون ايس بدونه فارلورن ضيعة انا حاسة من غيره ان انا ضيعة يا ترى ايه اللي نسيته اس اس مين باستا فريند ده احسن صديق عندي بيلعب دور كبير في حياتي نون الان كان مين موتا مش نيشت في امر ان روفن دلوقتي والدتي لن تستطيع ان روفن تتصل بيا في امر يعني مثل دايما يعني كالعادة مش هتقدر توصلني مش هتقدر تكلمني بلوتسلي فجأة شطبن على وقفت كل الخطب بتاعتي دنيتي وقفت خالص ام ناخمتاج بعد الظهر زول ايش مت مينن فريندن تزامن اين فيلم امكينو انشون ينبغي ان انا اشاهد فيلم مع اصدقائي في السينما ابر يات الان جبتس كاين كونتاكت ما فيش اتصال مت اين اندر مت يعني مع مت ان اندر يعني مع بعض معادش في اتصال بنا من بعض مش هنعرف ان اتواصل تشات اون اس ام اس التشات وي الرسائل زين ديتس ناتوليش جار نيش موجلش موجلش يعني ممكن او متاح لمتاح دلوقتي ليا ان انا اعمل تشات معاهم ولا انا عبطلهم اس ام اس اش ار انر مش انا بتذكر او ني ني يعني نيفر عندي نمار ام تليفون بوخ انا لا اتذكر ابدا الارقام اللي في التليفون بوخ في الكنتاكس اللي عندي السجل بتاع التليفون ام افند في المساء ناخ دي عاربايت وبعد الشغل بن ايش شنل ناخ هاوز جي كومن جيت الى البيت بسرعة ون دي راكت هابش ايس اوبرال ون زجار ام كولش خانك جي زوخت جي زوخت يعني بحست عنه مباشرة حتى دور عليه اوبرال في كل مكان اوخ ايضا زجار ام كولش خانك حتى زجار يعني حتى الان هابش داين كلينج تون جهرت انا سمعت الكلينج تون يعني الرنة سمعت الرنة بتاعتو انجليش هابش مين هندي جفوندن اخيرا لقيت الموبايل بتاعي ميني موتر رفت ان ماما بتتصل هالي كبترن اش حب جانتورت انا رضيت ماما يا يا روح روح اهدي اهدي هدوء هدوء مير جيتس كوت بتقلقيش انا حالي كويس روح بيت استقهدي بس اهدي والان عادت لي الحياة حياتي عادت مشكلة بقى الموبايل هو القطعة القطعة بتحكي عن فكرة ان حد نسي الموبايل وتوقفت حياته بسبب الموبايل اول سؤال تفهم ايه من هذا النص زي ما اتفقنا هنسأل عن الفهم العامل النص فهمنا ايه مارتينة هات دين كونتاكت كونتاكت يعني الاتصال التواصل ميدرفيلت فرلورين فرلورين يعني لست فقدت التواصل مع العالم ولا مارتينة هات كاينين كونتاكت مير ميت ايه اربايت ما كانش عندها تواصل مع شغلها ولا مارتينة هات كاينين كونتاكت ميدنمتاج بوخ ما كانش عندها تواصل مع المذكرات بتاعتها ولا مارتينة هات دين كونتاكت ميت ايه لم تفقد التواصل مع والدتها طبعا تبقى دي إجابة الأولى هي فقدت الكونتاكت من دها فالت مع العالم في اللورين نمرة أخت منين عرفنا المشكلة بتاعت مارتينة بتاعت النهاردة عرفنا منين كتبت دا في التاج بوخ بتاعتها المذكرات بتاعتها مامة مارتينة هي اللي كتبت في المذكرات دا ارسلت لأصدقائها عبر الرسالة النصية وحكت لهم عن الموضوع احنا عرفنا منين المشكلة اللي حصلت لها عرفنا من التاج بوخ اللي هي كتبها ببقى الإجابة الأولى مارتينة هات داس إن إيغم تاج بوخ جيشخيبن نمرة نوين وروم هات مارتينة داس بورد روح دراي مال ويدرهولت هي اللي عايدة كلمة هدو هدو اهدي اهدي تلات مرات إيغموتا هات مير مالس انجروفن مامتها اتصلت مير مالس مرات عديدة أبا زي هات نشت جاعت فورتت وها ما كاتش بترد عليها ولا مارتينة فار زي نيرفوس كات متعصبة دان إيغموتا هات زي نيشت جاعت لإن مامتها ما سمعتاش ولا مارتينة هات إيغموتا هات نيشت جاعت ولا مارتينة هات إيغموتا هات نيشت سجاعت زي ما كانت مخططة زي هات دي نومر فون إيرن فخويندن نيشت ما معاهاش أرقام أصحابها أصلا ولا زي هات إير فخويند أنجروفن كلمة أصحابها وما فيش حد أجاب ولا زي هات دن فيلم مير مالس فورير جزين شافت الفيلم مرات عديدة قبل كدا ولا إير فخويند هابندن ترمين أب جزكت ولا أصدقاءها لغو المعات هي ليه ما عرفتش تروح لإن هي ما كانش معها أرقام التلفونات بتاعت صحابها عشان تتصل بيهم وتبدأ تتواصل معهم ويتقابلوا مع بعض تبقى الإيجابة الأولى زي هات دي نومر فون إيرن فخويندن نيشت ما كانش معها أرقام أصدقاء فارغوم إست مارتينة ليه مارتينة سهندي إير بيستر فخويند أحسن صديق لها عشان أون إيس بدونه فير دا سليبن لايشت عنده روهش الحياة ستصبح أسهل سهلة وروهش هادية عشان كدا هو أحسن صديق لها لأن من غيره حياتها تبقى أسهل وأحلى وأهدى ولا زي هات كاين فخوينده ما عندهش صحاب وعشان وهي لوحدها دايما لا بالعكس كتراها مع صحاب السيني أون إيس بدونه كان زي إير تاجس بليني خطتها اليومية نيشت فيتا ماخن ما تقدرش تواصل عمل الخطت اليومية ما تقدرش تنفذ الخطت بتاعتها وتعمل الحاجات اللي هي بخطتها ولا دا سهندي الموبايل مش مهم أبرمقتش باسوة لكنه يبعث على السرور اللي جابع تبقى تسي أون إيس بدونه كان زي إير تاجس بليني نيشت فيتر ماخن السؤال رقمتناشر مارتيني استرناق ناخ هاوزي تسرق جي كومن وند وردا إنلش زيرت سفخيدن وكانت أخيرا مبسوطة ورادية لما رواحت البيت ولا هات إير تاج بوخ ام كورش خانكي جفوندن لقت المذكرة بتاعتها في التلاجة هي مقلتش لقيتها في التلاجة ولا هات إير هندي إن ألين أورتن نيش تجي زغط لما تبحث عنه في كل مكان ولا هات إير موتار تسو هاوزي جفوندن لقت مامتها في البيت لقيا مامتها كبت التصل مكتش في البيت يبقى مارتينا لما روحت البيت رجعت البيت فار دا إنلشت سفخيدن أخيرا كانت مبسوطة لما لقت الموبايل بتاعها في البيت دول كانوا قطعتين بتاع الامتحان التجريبي يونيا 20-21 ده الجزء الأولاني هنستناكم إن شاء الله ونشوف الجزء الثاني ونكمل الامتحان استنونا هنكمل بقية الامتحان امتحان مهم جدا بالتوفيق إن شاء الله قطع بتحيات أسرة اليوم السابع